موسيقى أصد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار ترأس جلالة الملك محمد النسادس مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لتطوير طاقة المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال وتندرج جلسة العمل هذه في إطار تتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول تقدم برنامج تطوير الطاقة المتجددة وبهذه المناسبة أعطى صاحب الجلالة توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة ولسيما الطاقات الشمسية والريحية ويتعلق الأمر خصوصا بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير واكد التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع وفي هذا الصدد أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت كما أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة عرض المغرب عملي وتحفيزي في أقرب الأجال يشمل مجموعة ستلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب وحضر جلسة العمل مستشار صاحب الجلالة سيد فؤاد علي الهمة ووزير الداخلية سيد عبد الوافي الفتيت ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادي افتاح ووزيرة الانتقال الطاقي والتنبية المستدامة السيدة ليلى بن علي والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي في موضوع آخر أشهدت وزيرة خارجية ليبيا نجلة المنقوش أمس بفاس بالدور الإيجابي للمغرب في دعم عملية الاستقرار في بلادها جاء ذلك عقب مباحثة أجرتها السيدة المنقوش مع وزير شون الخارجية السيد ناسر بوريطا على هامش أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة المنعقدي بفاس المزيد من التفاصيل في التقرير التالي عقب مباحثات أجرتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارجة السيد ناسر بوريطا على هامش أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة أشهدت وزيرة خارجية ليبيا السيدة نجلة المنقوش بالدور الإيجابي للمغرب في دعم عملية الاستقرار في بلادها دائما المملكة المغربية كان لها دور إيجابي في دعم عملية الاستقرار في ليبيا ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ودعم المؤسسات الليبية للمضي قدما استقرار ليبيا من استقرار المنطقة ولن نستقر بدون دعم جهود أخواننا وشقائنا من جهته أبرز السيد بوريطة أن مواقف المملكة المغربية من التطورات في ليبيا معروفة من منطلق الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق المواقف المملكة المغربية هي معروفة من التطورات في ليبيا من منطلق الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس إلى الاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق المغرب يتابع كل تطورات لكتشنها الساحة ليبيا وشكلت هذه المباحثات مناسبة لتجديد التأكيد على هذه المواقف وكذلك تنسيق فيما بين البلدين حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء داخل جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحادي من أجل المتوسط وفي نفس السياق دائما أجرى وزير الشؤون الخارجية سيد ناصر بوريطة أمسي بيفاس مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية سيد رياض المالكي وذلك على هامش أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة سيد بوريطة أوضح في تصريح صحفي أن هذه المباحثات تأتي في إطار التواصل الدائم وتشاور المستمر تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين جلالة الملك محمد نسادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي إعلان فاس الذي تم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات أكد المشاركون أن المنتدى حقق هدفه الرئيسي بجعل تحالف الحضارات للأمم المتحدة إلى النهوض بريادة مسؤولة في كافة مجالات العمل هذا ما أكده المشاركون في إعلان فاس الذي تم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات المشاركون أقروا كذلك بأهمية مساهمة الشباب ولسيما الأفارقة في النقاشات التي شهدها منتدى فاس مشيدين بالتزام هؤلاء الشباب بتقديم النموذج من خلال الانخراط في أنشطة المنتدى ذات الصلة بالإعلام والتعليم والهجرة إعلان فاس دعا كذلك إلى التنفيذ الكامل لما تم التوافق عليه والالتزام به في منتدى فاس حتى تتمكن الحكومات بدعم من المجتمع المدني من تجاوز التحديات والتقدم نحو أهداف العيش المشترك في مجتمعات سلمية ودامجة تحقيقا للتنمية المستدامة في سياق منفصل أجرت المدير العام لمكتب تكوين المهني وإنعاش شغل لبناطريش مباحثات بالدار البداء مع وزير التعليم التقني والتكوين المهني الغيني ألفا باكار باري عودة مع صافية عثمان شكل تطوير فرص التعاون في مجال التكوين المهني بين المغرب وغينيا محور محادثات جرت بالدار البيضاء بين المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيدة لبناطريشا ووزير التعليم التقني والتكوين المهني الغيني السيد ألفا باكار باري دعم المغرب لغينيا في مجال التكوين سيهم تطوير بنيات وآليات للتكوين المستمر للاستجابة للاحتياجات المتزايدة المعبر عنها من قبل المقاولات الغينية هذا التعاون سيشمل أيضا البحث المشترك في إطار التعاون الثلاثي عن مصادر جديدة للتمويل من لدن مانحين عالميين من أجل إنجاز مشاريع التعاون خلال هذا اللقاء أعربت جانبا عن التزامهما بتطوير شراكة ثنائية من خلال برامج متبادلة مع تأكيدهما على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الذين تجمعهما شراكة منذ فترة طويلة إنها فرصة للإشادة بالدعم الذي يقدمه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتطوير منظومة التكوين المهني في غينيا من خلال إعادة النظر في التعاون وتوجيهه نحو قطاعات ذات أولوية فضلا عن تعبئة خبراء المكتب على هامش هذا اللقاء قام الوفد الغيني بزيارة لمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة العنق بالدار البيضاء بهدف الاطلاع عن قرب على مختلف الفضاءات البيداغوجية للمؤسسة دوليا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش جميع الأطراف المعنية في انفجار إسطنبول إلى ضبط النفس وتجنب تسعيد توطرة الإقليمية وفقا لفرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خديجة شاكيري في المتابعة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش جميع الأطراف المعنية في انفجار إسطنبول إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تسعيد الأقليمي وقد أعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أظهرت تأثير هذه الاعتداءات على المدنيين وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتي المدنية كما جددت دعوة لجميع الأطراف المعنية لحل المخاوف الأمنية من خلال الحوار مع مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها وعلاقات حسن الجوار وعاشت إسطنبول عاشية دامية في الثالث عشر من نوام بيرالجاري بسقوط قتلى وجرحة في انفجار إرهابي هذا منطقة تقسيم الشهيرة في شارع الاستقلال السياحي وكان وزير الداخلية التركي سليمان سولو قد أعلن عن القبض على الشخص المشتبه بوضعه القنبلة المتسببة في الحادث وقالت شرطة التركية إن مواطنة سوريا تعمل لصالح حزب العمال الكردستاني ذرعت القنبلة التي تسببت بالتفجير وكان آخر انفشار كبير شهدته إسطنبول في عام 2017 ارتفع عدد ضحايا زلزال ضرب جزيرة الجهة والاندونيسية إلى 268 قتيلا ومئات الجرحة وفق آخر حصيلة أمس بينما ضعف عناصر الإنقاذ جهودهم للعثور على ناجين تحت الأنقاذ كما تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات وضرب الاثنين إقليم جاو الغربي بالقرب من منطقة سيانجور رياضيا يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مشواره في نهائية كأس العالم لكرة القدم المقام حاليا بقطر بمواجهة نظيره الكروتي اليوم الأربعة على أرضية ملعب البيت بالخور على الساعة الحادية عشر صباحا بطموح تحقيق الفوز في هذا النزال المفتاح هذا وقد أجرى المنتخب الوطني المغربي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الكروتي لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022 تقرير عثمان الطاهري الأسود في المونديال الموعد الأول بل هو الظهور المنتظر لمن يعشق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التريق في البطولة العالمية في قطر ينطلق بمواجهة منتخب كرواتيا كتيبة المدرب وليد الرجراغي تعلم بأن الموعد ليس سهلا ضد أصدقاء لوكا مودريتش لكن المستحيل لم يكن يوما مغربيا المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أنهى الاستعداد قصد مواجهة الكروات أبناء الرجراغي وقعوا على آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الكرواتي لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم قطر 2022 حصة عرفت مشاركة جميع عناصر النخبة الوطنية في جو يطبعه الانسجام ولم تخل الحصة من قفشات اللاعبين والتقم التقني كما أن هذه الحصة حظيت بمواكبة إعلامية كبيرة وبحضور قويا للجماهر المغربية الذي زين المكان المنتخب المغربي يمتلك كل الإمكانيات كي يلاقي كرواتيا بكل قوة بكل ندية ولكن في زياش وحكيم ومزراوي المثال المثال على أسلحة المغرب الفتاكة من أجل تحقيق النصر من أجل تحقيق الهدف نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني هذا وتعادل المنتخب المكسيكي مع نظره البولندي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب تسعة سبعة أربعة برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من منافسة مونديال قطر في نواة 22 من نفس الإطار وبعد هزيمة المنتخب القطري في المباراة الافتتاح خلال كأس العالم كان لابد على المنتخب السعودي تحقيق نتيجة إيجابية قصد توقيع انطلاقة جيدة للعرب في المونديال انتصار السعودي على الأرجنتين وتعادل تونس ضد دانمارك نتائجه يطلع على عليها عثمان الطاهيري في سياق تقريره التالي المونديال لا يخلو من المفاجآت في كل نسخة لكم صورة وهذه إحداها المنتخب السعودي يحقق الإنجاز الكبير ويسقط المنتخب المرشح للفوز بالبطولة منتخب الأسطورة اليوميسي الخضر بقيادة المدرب الفرنسي إغفيروناغ حققوا المبتغى وقلبوا تأخرهم بهدف في مباراة افتتاح مشوارهم في البطولة بفوز على حساب التانجو بهدفين لهدف واحد منتخب الأرجنتين خيب أمال العشاق في أول ظهور بالكأس الذهبية وخيب أيضا ظن من يرشحه لرفع نجمته الثالثة في التظاهرة بعد 78 و86 التي أحرزها مارادون والبقية ليوقع الأخضر السعودي النصر بين الأنصار في قطر وينير بلاد العنابي بانتصار سيدخل من خلاله التاريخ المنتخب التونسي بدوره نجح في تحقيق تعادل مهم مع المنتخب الدانماركي في أول ظهور لنسور قرطاج في البطولة العالمية وسجل له نقطة على جدول المجموعة الرابعة التي تعرف أيضا حضور كل من فرنسا وأستراليا نهاية هذه النشرة مشاهدين تفاصيل وفعنا أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني تحية لكم إلى اللقاء